ضغوط اقتصادية غير مسبوقة لم يشهدها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي، فلا تزال أزامات الغذاء والطاقة تلقي بظلالها على الأوضاع الداخلية في كل بلدان العالم في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية المتواصلة. أوروبا كانت أولى المتضررين من جراء الأزمة، فألمانيا وهي الاقتصاد الأكبر في القارة العجوز باتت تأن على وقع أزمة اقتصادية طاحنة مع عصول معدل التضخم لأعلى مستوى له منذ خمسينيات القرن العشرين. وفي بريطانيا وصل التضخم لأعلى مستوى له في أربعين عاماً، حيث تشهد أسعار الكهرباء والغاز ارتفاعاً غير مسبوك، وأصبح المستهلكون غير قادرين على الدفع وسط توقعات بالإقبال على خيارات صعبة للغاية مع حلول الشتاء. أما فرنسا فقد شهدت مؤخراً ظواهر جديدة لم تكن موجودة من قبل، حيث تكدست الطوابير الطويلة للسيارات أمام محطات الوقود في باريس ومدن فرنسية أخرى، بسبب أزمة الوقود المتفاقمة، مع وصول التضخم لأعلى مستوى منذ يوليو من عام 1985. وفي الولايات المتحدة ارتفع معدل التضخم الأساسي بأكثر من التوقعات ليسجل أعلى مستوى في أربعين عاماً، مما دفع الفيدرالي الأمريكي نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وتوقعت وكالة بلومبيرج أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً مؤكداً العام المقبل، بعدما أظهر نموذج بلومبيرج لاقتصادي احتمالية حدوث ركود بنسبة 100% بحلول أكتوبر من عام 2023. وتشير التوقعات إلى تباطئ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 13.2% في عام 2022، ثم 12.7% في عام 2023. فيما يمثل أضعف أنماط النموي على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا. ترجمة نانسي قنقر